موسيقى 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 هذه آلة المشايخ بهذا الترتيب وهذا التنظيم يبدأون بالبردة كذلك بعد انتهاء منها انتقلوا إلى منظومة الهمزية وهي كذلك لسيد محمد البوصيري خصوصا هذا النظمان أتقنهما العامة أيما إتقان لأنها تقرأ على غرار السنة في كل أسبوع ولهذا البداية تكون بها لكي تشحد الهمة تشحد الهمة ثم ننتقل إلى القصائد الواترية القصائد الواترية التي نقسم قراءتها على مدار سبعة أو ستة أيام بقراءة أو بمعدل أربع حروف كل يوم بعد الانتهاء من القصائد الواترية ننتقل إلى طيبة الغراء النبهاني وهي همزية لكن هي كذلك همزية لكن همزية نبهاني همزية نبهاني ليست هي همزية البوصيري كما يعرف المادحون الحمد لله اليوم حتى العوام أو العامة من الناس صاروا يفقهون الأمر هذه المتون كلها تحتوي على مدح النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وغزواته وشمائله وخلاله الكريمة فهمها من فهمها أو جاهلها من جاهلها خصوصا الشعر لكن نحن أو عادة المشايخ أنهم يزرعون هذه القصائد في النشأ الصغير حفظا ثم بعد الكبر تكون فهما إن شاء الله كما يقول سيد البوصيري في همزيته سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينة ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء لا تحل البأساء منه عرى الصبر ولا تستخفه الصراع وكذلك النبهاني يقول نبع الماء من أصابع طاها أين موسى وأين الاستسقاء هذه من معجزاته القصائد وترية التي لا نقول أن صاحبها عفوا يفرط لا نقول يفرط لأنه ليس هناك إفراط في مدح النبي عليه الصلاة والسلام أو في حبه يا سماء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طولت السماء لا نستطيع قال المداح المادحون المفوهون لا نستطيع أن نوفيه حقه من المدح لأن الله سبحانه وتعالى أتنى عليه ومدحه بقوله وإنك لألا خلق عظيم فمن مدحه ربه وأتنى عليه لا يستطيع البشر ضعاف العقول وقليل الإدراك أن يصلوا إلى الضروة في مدحية صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا برنامج المسابقات وكذا هذا برنامج تتكفل به شؤون دينية ويتكفل به في الحقيقة حتى والي الولاية أتكره على خير والي الولاية والإطارات وشؤون دينية وكل الكادرات وكل المؤسسات مؤسسات الولاية هذا ليست شؤون دينية فقط لكن شؤون دينية لها تنظيم ولها حصة الأسد فهذه التظاهرة يشارك فيها من الوالي إلى أصغر مسؤول أو إلى آخر مسؤول تشارك فيها كل المؤسسات بالدعم المادي والمالي أو بتقييم جوائز وحتى رحلات المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا من باب التحفيز فتنظم مسابقات في سيرته في ذكر شمائله في حفظ أحاديثه صلى الله عليه وسلم في التسابق على فهم ما جاء به وتقديمه في أبهاء حلة يرجع الأمر كله إلى تهديب وتصويب وتربية الشباب والنشأ على حبه صلى الله عليه وسلم بيت بدى في كمال الحسن يألو كماله إلى العرش والكرسي كان اتصاله فكل جمال في الوجود جماله هذا عشوائي نظير منير الوجه باد جلاله عليه من العز الإله تيجانه هذا بيت اخترته عشوائيا يا امدحه ويمدح جماله وكمال جماله صلى الله عليه وسلم لقوله مدافي كمال الحسن يألو كماله إلى العرش والكرسي كان اتصاله فكل جمال في الوجوه جماله نظير منير الوجه باد جلاله عليه من العز الإله تيجانه فهذه رسالة موجهة إلى الشباب وقبلهم الوالدين أن يربوا أولادهم على حب النبي صلى الله عليه وسلم لأن حبهم الإيمان وسعادتنا كما قال الشاعر سعادتنا مشروطة باتباعه وهل يثبت البنيان إلا على الأسي فنحن نضع لشبابنا وناشئتنا الأساس الأساس التي يثبت بها بنيانهم في المستقبل إن شاء الله فلا تهزهم رياح الضلال ولا تهزهم رياح الهوى ولا رياح النفس